السلام عليكم اهلا بكم في حلقة جديدة مع اسامة ممكن تكون فيها موضوعات كتير جدا وممكن تطول شوية لكن انا حاول انجز في الامور يعني ولكن خلينا دايما نبدأ بالنادي الاهلي زي ما بنختم بالنادي الاهلي والنهاردة بمشيئة الله تعالى على بركة الله هتنطلق بعثة النادي الاهلي الى المغرب من اجل اداء المباراة النهائية وباذن الله منتظرينهم وهم راجعين ابطال افريقيا وتبقى باذن الله الحداشر يوم حداشر طبعا كان فيه اجتماع قبل يعني تدريب الامس وكان مرسل كلر في حالة يعني شحن معناوي للعابين بقدر قيمة البطولة احنا رايحين عندنا ثقة في امكانياتنا انتو عملتوها اكتر من مرة النادي الاهلي عملها اكتر من مرة انت فايز مباراة الزهاب انت قادر تطلع بنتيجة المباراة اللي تخليك معتلي منصة التتويج وتعود الى جماهيرك بالبطولة وطبعا كان فيه دور كبير جدا من كل عناصر الجهاز الفني بما فيهم يعني الدكتور احمد ابو الوافق الاخصائي النفسي في الجهاز الفني وباذن الله بعد التدريب النهاردة ينطلق النادي الاهلي باذن الله لتحقيق حلم الحداشر يوم حداشر قولوا يا رب وانت بتتكلم عن النادي الاهلي تستشعر انت بتتكلم في قصة وانت بتتكلم بقى عن ازمات كرة القرن المصرية بتتكلم في قصة اخرى تماما طبعا فيه لعبين تمن لعبين زكرتهم انضموا للمنتخب هم مش يرجعوا مع البعثة وهينضموا لمعسكر المنتخب من اجل مباراة غينية يوم 14 واعتقد يعني يعني روي فيتوريا فتح النار على الاتحاد الافريقي وتكلم بمنتقى الوضوح ان احنا خطبناهم 3 مرات وفيه 22 مباراة لعبوا في الاجندة دولية من يوم 12 ليوم 20 ليوم 14 ما ينفعش ان انا لما خاطبك الاتحاد الافريقي تقول لي خاطب الاتحاد الغيني خاطبنا الاتحاد الغيني اصروا على رقم على يوم 14 كنت متفهم ان انا نلعب 15 16 17 زي ما كل الفرق بتلعب ولكن الامر ده امر صعب جدا وكان علينا اننا نعترض عليه وارسلنا 3 خطبات ولكن الرد في النهاية جالهم يوم 14 واعتقد عندنا ازمة كبيرة جدا 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 داخل الاتحاد الافريقي اللي هو بقى خارج تماما اي علاقات تخص منتخب مصر او الاندية المصرية واعتقد يعني المهندس هاني ابريدة قال فيها ليخفيها بما ان مش رئيس الاتحاد المصري لكوات القدم فانا ما اقدرش اعمل لكم اي حاجة داخل الاتحاد الافريقي وهناك دول وبلاد اخرى والاتحادات اخرى قادرة انها تفرض سيطرتها روايدا روايدا على الاتحاد الافريقي بل بتتسارع حقيا النزاعات داخل مين سلطته اقوى داخل الاتحاد الافريقي مصري بقيت خالص عن القصة دي وربنا استراب بما انا بنتكلم عن قرية القرية المصرية هقف عند بيان في فبرو في فبرو ده البيان اللي صدر وفيه سبع نقاط رئيسية حقيقة السبع نقاط الرئيسية دول فيهم نقطتين ممكن ان هما يروحوا للهيئات الرياضية والتهام واضح للهيئات الرياضية داخل مصر بانها نقطة من السبع نقاط بانها لا تمتلك النزاهة والشفافية ولا تطبق العدالة فاحذر التعامل وخلي دايما تعاملك يكون في عقدك حاجة ترجعك للفيفا مرة اخرى طب اول حاجة كده قالها بيان في فبرو او بالمناسبة هو عملها مع السعودية ومع الجزائر السنة اللي فاتت يعني عملها حتى الدور السعودي اللي الناس كلها بتتحقق عنه كان عنده ازمات مع النصر السعودي والاتحاد السعودي طب بتحجد السعودي خلت البيان ده يصدر زي هنا بالضبط كده ازمات نادي الزمالك على مدار الاتحادات المصرية لقرات القدم من وجهة نظري هي السبب الاهم والابرز واللي الاعلام مش هيتكلم فيه لمثل هذه النقاط فلما تيجي تتكلم في النقطة الاولى يقول لك جواز سفرك يكون معاك عارف انت كأنك رايحت بالضبط تشتغل في الغربة ولك ايه هتدي الجواز لكفيلك جواز سفرك يكون معاك ليه اصلا لو انت سبت جواز سفرك معهم هتيجي تفسخ تعبدك معهم مش هتاخد مستحقاتك وهيتعامل مساوا مع المستحقات ده انا عندي مدير فني قفلوا عليه النادي وجاب السفارة عشان تخرجوا من النادي فاذا يعني تحذير في محله تماما يعني ما تقفش قدامه النقطة التانية قال لك ما توقعش على بياض اوعى توقع على بياض هتتفق معهم على اتفاق هتلاقي القصة مختلفة تماما هما ادراك ما هذه الاتفاقات وما ادراك بما هذه القضايا وما اكثرها ودي يعني فاكر اكيد بالتأكيد يعني عقد جده اللي كان على بياضه تم يعني اضافة ليه بالتزوير وكان هيروح فيها الكابتن حازم امام لو لا تدقل الكابتن حسن حمدي بعد وساطة من المقربين من كابتن حماد امام انقذوا ابن حماد امام فكان الحقيقة استجابة من كابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي وقتها فدي قصة برضو تانية خلينا اقول لك النقطة التالتة احتفظ بنسخة اصلية من العقد وهو تتغفل وتسيب النسخ يقول لك هات ده لازم كلهم يروحوا للتحار ويكونوا في الاتحار وانت ما تلاقيش نسخة معاك موقع من النادي وبتوقيعك ودي قضية الكهرباء باختصار شديد اللي ما كانش فيها توصيك فيه معاده المزبوط ومر الشهر وتم التوصيك بعد سنة وحصلت ازمات كتير فكل ازمة كده فكر كده ممكن تكون حصلت مع اي نادي فهتكتشف ان مع معظم الازمات هتلاقيها متعلقة بنادي الزمالك النقطة التانية تأكد العملة العملة بتاعتك ده انت بالدولار شوف بعنيك انها بالدولار لان بتمضي على الدولار وتقبض بالجنيه النقطة اللي بعد كده يكون حزرا للغاية مع الوكالاء المصريين ليه يا سيدي قالك لانك لو انت اختلفت لو انت الوكيل بتاعك ده مش على تاريخ كبير جدا معاه وجيت خدت وكيل مصري يتعامل مع نادي مصري خلاص لك اجراءات مع نادي مصري خد بالك ان انت وقت الخلاف الوكيل ده هيبيعك عشان يحافظ على مصالحه مع نادي بعينه داخل مصري فاكرين وقعت نادر السيد وقت شنبونج لما نادر السيد بقت شنبونج مقابل ان حصل تعاقد بين نادي الزمالك وابن نادر السيد هي دي بالضبط التحذير اللي جاي في في فاب برو هيئات دي تكلمت فيها ليه تقاتل اتخذت القرار رياضي عندك هناك اندية لانت امتلك تي ام اس وتطلب البطاقة الدولية عن طريق نادي اخر فيقول لك ما تشاركش في القصة دي فدي معظم النقاط اللي تكلم فيها في فاب برو واعتقد واضحة جدا عشان كده من حق الاندية فعلا اللعيبة فعلا تخاف ومن حق في فيبرو انها تطلع يعني تحذيرات كده للعيبة الاجانب خاصة يعني لما يكون فيه في ركن كده في الفيفا بلعبين اجانب ما يدروش ياخدوا حقهم من نادي الزمالك وصلت في سنة 2021 ل17 مليون دولار تتكلم في نقطة كثيرة جدا لكن خلينا اقولك ان ربطة الاندية ردت رد محترم وردت حاول التوضح وتبرق زمتها خاصة انها تكلمت ان الحالات دي ما تمش فيها سحب بصبرات او شكوة من بصبرات غير الحالتين من اصل كل المحترفين اللي مروا السنتين اللي فاتوا وتكلموا ان هما بيدعموا هذه القرارات وبيسعوا لتعاون ولكن العدالة والنزاهة والشفاء موجودة في الهيئات الرياضية وهم بصدد يعني تشكيل لجنة للنزاهة تختصب مثل هذه الامور نتمنى ان ده يحصل وان ده التطور اللي يحصل وان يكون في نزاهة وفي شفاء ما يبقاش عقد المسئولين في المقاولين والزمالك بيتكلموا ان هو بتمانية مليون ثم اتناشر مليون احقية شراء ويتبعت خطاب للفيفا ان هو انتقال حر وتبقى كارثة كبيرة جدا فطبيعي جدا نتحدث اياه فين النزاهة فين الشفاء فين العدالة ما يبقاش عقد بتاع كهرباء يتوسق بعد سنة وشهر من تاريخ التوقيع واللواح عندك بتقول التوسيق بعد شهر وتيجي تسألني عن نزاهة وشافية وعدالة ما ده طبيعي جدا لكن اللي مش طبيعي ان يطلع كابتن مجدى عبدالغني يقدم انتقاضات لاتحاية كرة القرن مصري والربط الاندية وانا كنت في عهدي وانا كان في عهدي ما فيه الشكاوى كابتن مجدى عبدالغني يعني استهدى بالله كده وصلى على النبي في سرك لان الحقيقة يعني كارث كتيرة جدا حصلت في عهدك وانت ماسك لجنة شؤون اللاعبين داخل الاتحاد ومجاهد ماسك لجنة شؤون اللاعبين داخل الاتحاد ده خلد مصعد يا راجل اللي الناس مش فاكرة لعب في الزمالك امتى اصلا كان له شكوى اجوجه ومجوجه زي ما بيت قال والله يرحمه يعني الشكوى اللي غاية دلوقتي الورصة ما خدتش حقها ودي كلها كانت في عهد مجدى عبدالغني وعهد مجاهد انت بتتكلم على 2016 و2017 وبتتكلم عن الكلام ده كله وحمد النجاز وما شابه ايه ده ازاي بس عايز تغفل الناس وتقول ان ما كانش فيه في عهدنا الكلام ده ده احمد حسن السقر كان له فلوس ودفعها هاني ابو ريدة ابو شيك وده اللي طلع من اعتراف رئيس نادي الزمالك دعب واحد ساعد كان له فلوس اللي هم دير القرى دلوقتي في نادي الزمالك وتنازل عن جزء منها عشان هيتحط اسمه على حديقة في نادي الزمالك ومال ده كان في عهد مين ومال ده كان في عهد مين والقيس على كده كتير بقى احمد حسن مكي ولعيبة كتير كل ما حد يخرج من نادي الزمالك يبقى عنده مصيبة وعنده شكوى حمول فتح الله يعني بتتكلم في قصص كتير جدا وما كانش حد بيتوقف وما كانش النادي الزمالك بيتعاقب فبلش تتكلم عن فكرة ان انت في عهدك كان فيه نزاق او عدالة او شفافية او شؤون لعبين والحقيقة كمان ربط لان ده ادت لك واحدة كده ادت لك انت بقى لك سنتين في وجودنا مفيش شكوى واحدة طلعت من جماعة اللاعبين المحترفين المصريين فاحنا على اي اساس اصلا يتم التوجيه الانتقاد لنا لو في جماعية هنا اساسا حريصة على مستقبل اللاعبين كان جالنا اي شكوى لكن الشكوى هتيجي منين هتيجي من جماعة اللاعبين المحترفين اللي رئيسها الكابتن مجد عبدالغني متعلقة بالعيبة على خلافات مع نادي الزمالك بالتأكيد لا طبعا فاسيبك من قصة دي يا كابتن مجد نروح لقصة تانية وهي متعلقة ايضا بالتحادة كرة القدم المصري برضو والكابتن احمر حسام ميدو اللي زي مولت الحراتكم بيتقل في الفطار بيتقل في الغدى بيتقل في العشاء وحاضر يعني احتفالات سلتفيجو بيكرموه ده شيء ايجابي جدا ليه كلام كان بيلعب في هذا الفريق ولكن تعالى شوف الكلام اللي كتبه اللي ادام به نادي الزمالك وتصريحات المسؤولين عن نادي الزمالك سواء رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم محكمة القضاء الاداري تاني رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم محكمة القضاء الاداري عارفين انت الود في المبعالي كده هي دي بالزبط ليه بقى اصله النهاردة هيروح النادي وهيجتمع مع لجنة الكرة اللي فيها احمر حسام ميدو وهيقدر كرارات وهيقبض العمال والدنيا زبادي في الخلاط ما السادة الوزير بيطعم ما سادة الوزير زعلان انه هو تم عزله مسادة الوزير الراجل موجود بيقول مؤتمرات صحفية جوى النادي وبيجتمع بعضها مجلس دارة ويقولك الراجل قطر الف خير ويقولك انا مش موجود موجود بس يقول انا مش موجود والوزير مصدق هو هذا الجميل في الموضوع ان السادة الوزير مصدق ان رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم حكمة لقضاء الاداري وهو بيجتمع مع مجلس إدارة وبيقول أنا مش موجود والوزير بيصدق أنه مش موجود أنا أكذب أكذب عناية وكذب رئيس نادي الزمالك المعزول ما تحصلش طبعا يا سيادة الوزير فطبعا ميدو قال حاجة حلوة خلونا أقراها عشان دي مهمة جدا وبتدين كل التصرحات اللي كانت طرح بتقول ما علينا مفيش علينا أي فلوس قال لك الزمالك ما عندوش أي مشكلة في مستحقات التحالي القرى وفي برة تكون متفق عليه ما بين النادي والاتحاد لجدولة مستحقته تقضي بدفع خمستاشر مليون جنيه في كل فترة قيد للزمالك النادي يعرف ما له وما عليه قبل ما ندخل في الموضوع عباس أنت متخيل أساسا بدأ زي بدأ كده لو كل فترة قيد في جدولة خمستاشر مليون جنيه فالزمالك عليه قد للتحاد القرى يعني بعقلك كده فكر يعني وخد كلام ميدو وهو بيتقل في الفطر أو العشان وفكر فيه خمستاشر مليون جنيه دي بنادي زمالك عليه كم مليون جنيه للاتحاد المصري للكرات القدم ويقول لك عارف اللي له وعارف اللي عليه حضراتكم ده انتوا عليكم للتأمينات وعليكم للضرائب وعليكم للتغربة وعليكم كل مصلح حكومية عليكم لا فلوس والغريب أن ميرو بيكمل وبيقول وطلبنا رسمي من الحكومة لجدولة مستحقات ممضوح عباس أصلا إيه داخل الحكومة بمستحقات ممضوح عباس ممضوح عباس مع حكم المحكمة لو عايز تتفاوض على الجدولة دي روح تتفاوض مع ممضوح عباس كحية راجل روح تتفاوض مع ممضوح عباس ليه تاخد القصة للحكومة إيه داخل الحكومة بالموضوع إلا إذا انت شايف أن انت لابد أن يكون في دعم دائم وأبدي من وزير الشباب والرياضة فدي نقطة مهمة جدا لازم الناس تحطها كده قدامها عشان تعرف ليه بيجي لنا الشكاوى اللي زي دي وليه الناس بتتكلم عن غياب نزهة أو الشفية وليس هناك تطبيق للاعدالة تعالى النقطة تانية بما أننا تميدوا ونكمل قصة مرتبطة بالكابتن عصام الشوالي كابتن عصام الشوالي أنا طبعا ما اسمعتش التعليق ولكن بعض الأهلوية اتكلموا بشكل واضح إنه كان منحياز بشكل كبير جدا لفريق الوداد على الجانب الآخر بعد زي ما لك قالوا لا الانحياز ده كان لمدلت 25-30 دقيقة القصة القصر شديد إن المعلق لازم وانت بتسمع وتبقى متلقي تبقى عارف كويس قوي إن المعلق ده زي ما كسبك عايز يكسب غيرك زي ما كسب شعبية عندك عايز يكسب شعبية عند غيرك لأن في النهاية هو مالوش ميول أهلوية هو راجل بتونسي في وقت من الأوقات كان معاك في وقت من الأوقات كان ضدك هو اللي كان بيقول اضرب يا بدري في وقت من الأوقات وهو اللي في وقت من الأوقات قال لك لو للنادي الأهلي لكان للأنديات التونسية شأنه آخر هو اللي في وقت من الوقات قال لك القرى المصرية بتحارب بالنادي الاهلي هو اللي في وقت من الوقات هيجي عليك وزي ما كان موجود في مورادة القضية كان جاي عليك لغاية القضية ما جت فده تتوقعه لكن الغريب ان الكابت نحمد حسان ميدو نفسه هو هو وهو يعني بيوجه رسالة عسان شوال بيقول لك ما تزعلش ده الطبيعة عندنا ارهاب اعلامي ومرسلات رسمية وتهديد لكن الرجال لا يخافوا الى الله خل القضية تنفعك هو بينصحه وبيقول له مش شوفت مش كنت بتقول القضية ممكن البس يا عم منهم بقى طب تعالى بقى لقصة اللي بتتقال عندنا ارهاب اعلامي هو الكابتن احمد حسان ميدو القائم بعمل رئيس نادي الزمالك بما انه بيتحدث عن ان حلنا مشكلة وجدولنا وخمستاشر مليون والكلام ده كله هو مش واخد باله لما كان بيطلع خبير تحكيمي زي الكابتن احمد الشناوي يتكلم وقول رأي ما يجبش رئيس نادي الزمالك المعزول كان بيقولك انا رفعت التليفون على مسؤولين المتحدة وبنقوله ما يطلعش مرة تانية وما يجيش مرشات الزمالك هو ده مش تهديد ده خبير تحكيمي بيقول رأيه هو مش تهديد ان انت تبعت للمتحدة وتقول انا مش عايز الاعلامي ده يطلع يعمل استوديوهات تحليلية وتحديدا الكابتن شوبير هو ده مش تهديد ومنع لما يبعت ويقول انا مش عايز المعلق ده على اي من الكاشف يكون موجود في مرات الزمالك هو ده مش تهديد ومنع ده كان بيقولها علني يا راجل هو ده مش ارهاب لما اطلع اتكلم عن التحكيم وتنمر عن التحكيم وسيء للتحكيم هو ده مش ارهاب اعلامي انت جاي تفكر فقط لغير عشان جماهير متضايقة وطبيعة الجماهير لما بتلاقي معلق جاي عليها ما بتحبش ان المعلق ييجي عليها فبالتالي بتعبر عن غضبها فبقى ارهاب اعلامي لا حضرتك الارهاب الاعلامي ده مش موجود غير من شخص واحد انت داعم بمنطقة القوة ليه فبالاش انت تتكلم يا كابتن اميدو اخر حاجة بقى ايه اه عجبني كده انا ما اسمعتش التصريحات بتاع رئيس نادي الزمالك المعزول لكن لقيت بعض الصفحات رد عليه عشان بس نبقاش ده مجهودي انا محبش ااخد حاجة مش حاجتي بعض الصفحات رد عليه في التصريح اللي قال انا ما تهزمش ابدا ابدا في ميد غمر الا المرة دي انا تم تزوير الانتخابات قدامي عشان اسقط مش معقول اول الجمهورية يسقط الحقيقة في ناس فندت القصة وقعت له اولا في 2015 انت مكنتش الاعلى من حيث الحصول على التصويت كان فيه اتنين سابقينك وانت التالت كان منهم توفيق او كاشا رقم واحد على جمهورية مصر العربية في العدد الاسوات اللي رشحته او انتخاباته كمجأة قاعده في مجلس الشعب او مجلس النواد طيب بالنسبة الميد غمر انا ما سقطش ابدا في الميد غمر قالوا انت نجحت مرتين فقط لغير من اصل 8 مرات دخلت فيها الانتخابات وده اللي انت فزت بيه ومدونة ذلك سقطت في الست مرات منهم مرة كانت في دايرة رود الفرج على ما اعتقد فادي كمان تصرحاتك الناس بدأت تبحث عنها حتى التصرحات المرتبطة بقصة تزوير الانتخابات او دخولك الانتخابات من عدمه فالحقيقة كل الكلام كل الكلام اللي بقى بيطلع من رئيس نادي ازة مالك المعزول بقى كل الناس قادرة تكذبه وهو مستمر ومستمر في رئاسة والنادي ازة مالك برغم اللوايح برغم القوانين وبرغم كل شيء الاهل هيبضل دايما وابدا منتصرا هيبضل دايما فوق الجميع صلاة اشتركوا في القناة